سنناغش البنية في كل من الألضحيذات والكيتونات حيث أن المجموعتين من المركبات تتشابه في البنية من خلال احتوائها على مجموعة الكربونايل إلا أنها تختلف في المجموعة الوظيفية ففي حالة الألضحيذات نجد أن مجموعة الكربونايل تتصل بذرة هيدروجين من الطرف الأول وذرة كربون من الطرف الثاني أما المجموعة الوظيفية للكيتون فعيضا تتكون من مجموعة كربونيل إلا أنها تتصل من الطرفين بذرتين كربون مجموعة الكربونيل بخواصها والتي تتلخص في رابطة قصيرة بين ذرتين الكربون والأكسجين وقوية وفيري بولار هذه الخواص هي التي تعطي كل من الضحيذات والكيتونات خواصها المميزة نجد أن الرابط الثنائية بين ذرة الكربون وذرة الأكسجين في مجموعة الكربونيل تتكون من رابطتين الأولى سيجما والثانية باي ونجد أن كل من ذرتين الكربون والأكسجين محجنتين من النوع SP2 وبالتالي فإن الرابط سيجما تتكون من تداخل أربطالي SP2 المحجنين من ذرتين الكربون والأكسجين أما الرابط فتتكون من تداخل أربطالي 2P غير المحجنين والمتوازيين بين ذرتين الكربون والأكسجين الخواص الفيزيائية والكيميائية للألضحيذات والكيتونات كما قلنا تعتمد على مجموعة الكربونيل ففي حالة الخواص الفيزيائية نجد أن كل من الألضحيذات والكيتونات إبارة عن polar compounds وذلك بسبب أن الرابطة في الكربونيل هي polar bond كذلك تتميز الألضحيذات والكيتونات بدرجات غليان عالية يمكن كتابة كل من الألضحيذات والكيتونات بعد الطرق باستخدام الـ Condensed Structural Formula أو البونت لاين فورميولا حيث يمكن إظهار الرابطة بين كربون وأكسجين الرابطة الثنائية أو كتابة ذرة الكربون والأكسجين بينهم ذرة حيدروجين كمجموعة وظيفية للألضحيذات أو كتابتها مباشرة CO في وسط المركب كما في حالة الكيتون ترجمة نانسي قنقر